إذن مشاهدنا الكرام نواصل أخبارنا الثقافية حيث ستفتح المحافظة السامية للغة الأمازيغية الأسبوع المقبل أبواب المشاركة لجائزة رئيس الجمهورية للأداب واللغة الأمازيغية وذلك مباشرة بعد تنصيب لجنة تحكيم مستقلة للجائزة وتجدر الإشارة أن الجائزة تشمل أربعة محاور هي اللسانيات والأداب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها والأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي وغير المادية وكذلك الأبحاث العلمية والتكنولوجية الرقمية كما تهدف الجائزة إلى إثراء وتثمين الإنجازات المعرفية والأدابية بكل تنوعاتها اللسانية المتداولة في الجزائر في موضع آخر أحلام هي شابة في مقتبل الغمر أجادت العسف على آلة الكمان فأبدعت ترجمة نانسي قنقر